مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الأسبوعي على قناة ميديان تيفي برنامج الماتش عزاء الرياضين في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في أول عدد من برنامجكم الرياضية الجديد على قناتكم بنيان سات الماتش الماتش برنامج سنحاول من خلال تقريب المشاهد المغاربي من كل صغيرة وكبيرة تهم الرياضة في المنطقة برنامج سوف أقدمه لكم رفقة فريق عمل مكول من خيرة من المختصين والإعلامين الغية من الماتش مشي نقل الخبر فقط ولكن تعليق عليه وتحليله في الماتش سوف نتفعله ونجيبه ونتحتم على الجمهور الماتش سيكون نقاش حار بدون مجملات مع احترام كل وجهات النظر إذن كانت هذه هي البداية هذه الصور التي ترجع بنا لموفى شهر مارس من العام 2009 هنا بستوديوهات قناة ميديان تيفي كان هذا مقتطف لأول ظهور لنا في برنامج كوم برنامج الماتش برفقة الزملاء فؤاد الحنوي خاليد ياسين واللعب الدولي السابق عزيز بن نيج كانت تلك فكرة طموحة من خلالها قررنا أننا نوضع واقع الرياضة المغربية تحت المجهر في إطار البحث على واحد المساهمة متواضعة مننا للبحث عن مكامن الخلال في هذا القطاع الحيوي ومحاولة مننا كذلك للإسهام في الإقلاع بالممارسة الرياضية في المغرب خمس سنوات إذن مرت على أول حلقة برنامج كوم برنامج الماتش واللي والحمد لله أصبح اليوم من الموعيد المرتقبة على قناة ميديان تيفي وفي المجال الرياضي في المغرب واللي كان حاول بمرور المواسم أننا نكون عند حسن الظن للكوم وأننا نبقى دائما أوفية للعهد في اللي قطعناه على الأنفذ وهي المصداقية والشفافية وروح المسؤولية